اهلا بحضراتكم من جديد طيب والدوري كده بالمنظر ده مين يمثل مصر في بطولتية افريقيا السنة الجاية الدوري مش هيخلص قبل 15 اغسطس وده معاد متأخر جدا بالنسبة لتحديد المشاركات المصرية في بطولتية اندية افريقيا تحاضر الكرة او ربطة الاندية بالاحرى بعتت للاتحاد الافريقي علشان تسألوا نخلي تحديد المشاركة المصرية واسامل الفرق المشاركة بعد انتهاء الموز المتوقع وبنسبة كبيرة جدا الاتحاد الافريقي هيرفض لانه الدوري بتاعك يخلص 15 اغسطس هيبقى الادوار التمهدية بتاعة البطولتية افريقيا بتبدأ فمش هينفع الحالة دي لايحة المسابقة كانت حاسمة واقاطعة قالت بالضبط وديلت السنة التانية او التالتة تقريبا انه لو الدور امتد لما بعد توقيت تحديد المشاركات الخارجية يؤخذ بالنتائج الدور الاول للمسابقة طيب مفروض الاتحاد الافريقي بيحدد معادي غالبا تلاتين ستة انت عندك تلاتين ستة حتى مش هيكون انتهى الدور الاول بالضبط جد المؤجلات اخر مؤجلات محددة حتى الان الاهلي ويمكن اتناشر سبعة اتناشر سبعة هل ممكن عند اتناشر سبعة هيتبقى في مباراتين لم يتحدد بعد موعدهما الاهلي مع مودرن فيوتشر والزمالك مع بلدية المحلة في احتمالين في احتمال ان انت تلعبهم يوم خمستاشر سبعة يعني خلصت اتناشر سبعة تلعب خمستاشر سبعة بعد تلات ايام يبقى كده انهيتوا الدور الاول وتقول له هات الجدول الاول والتاني هيشاركوا في دور الابطال والتالت والرابع هيشاركوا في الكم في دوراله الكلام ده بالتواريخ دي هل هلو سيد احمد ديها بن بار طيب اذا لو ما تلعبش الاسبوع اللي انا بقول لكم عليه اللي هو الاهلي والفيوتشر والزمالك والبلدية لو ما تلعبوش ايه الحل الحل موجود في اللايحة برضو تشيل نتائج كل الفرق في نفس الجولة يعني بالصدفة الاهلي والفيوتشر والزمالك والبلدية دول كانوا ضمن الجولة السبعتاشر ختام الدور الاول والمفروض هتجنب كل نتائج الاسبوع السبعتاشر عن كل الفرق يبقى هتعملهم كلهم على سبتاشر اسبوع مش على سبعتاشر لو انت كملت الدوري لو لعبت المؤجلات وانهيت الدور الاول مكتملا حيبقى الوضع حسب الجدول اللي موجود دلوقتي هتشوفوه بيرامدز الاول حتى الان من خمستاشر مباراة عنده اتنين وثلاثين نقطة ام بالتاني عنده تمانية وعشرين الاهلي لو كسب مطشاته المؤجلة بما فيها مباراة بيرامدز حيبقى الاهلي الاول وبرامدز التاني هتقول لي ليه اقول لك الاهلي دلوقتي له اربعة وعشرين نقطة من اتناشر مباراة يعني بقيله خمس مطشات الخمسة في تلاتة بخمستاشر خمستاشر و اه اتناشر خمستاشر و اربعة وعشرين عفوا تسعة وثلاثين نقطة يبقى الاهلي يقدر يوصل للنقطة تسعة وثلاثين لو كسب المؤجلات الخمسة بما فيها وماتش ايه بيرامدز اهلو بيرامدز اه احنا اعتبرناه كسب بيرامدز فاصبح الاهلي عنده تسعة وثلاثين بينما بيرامدز حاليا عنده خمستاشر نقطة عنده اتنين وثلاثين نقطة لعب خمستاشر مباراة عفوا هيلعب مع سموحة ومع الاهلي لو كسب سموحة يبقى الاتنين وثلاثين بقت خمسة وثلاثين وخسر من الاهلي افتراضا يبقى بيرامدز خمسة وثلاثين والاهلي تسعة وثلاثين يبقى الاهلي الاول وبرامدز التاني طيب لو كسب الاهلي لو الاهلي كسب لو بيرامد كسب هيبقى بيرامدز 38 والاهلي 36 لو اتعدلوا يبقى بيرامدز لو اتعدلوا هيبقى الاهلي 37 وبرامدز 36 يبقى اتعدلوا هيبقى في صالح الهل يبقى في كل الاحوال الاهلي فرصوا المشاركة في دورة الابطال كبيرة بشرق لا دهولة والاهلي طلع التاني ما هو الاول والتاني بالضبط فالاتنين هما دي الترتيبة دي ملهاش دعوة يعني اذا الاهلي وبرامد وصلوا كل يعني بيرامد كسب سموحة والاهلي كسب اربع مطشاط مش فرقة بقى مطشوهم خلاص هما الاتنين وصلوا يسعدوا مع بعض طيب الحزبة بالنسبة للزمالك اولا يعني انت لو جيت قلت ايه الاسبوع السبعتاشر ده حنشيله يتشال اه زمالك عنده دلوقتي واحد وعشر ناط من تلتاشر مباراة يعني بقيله اربع مطشاط الاول حقول لكم مؤجلات الاهلة هلعب مع فارق يوم اربعتاشر ستة ومع الداخلية واحد وعشرين ستة والجيش واحد سبعة وبرامد اتناشر سبعة ويتبقى ليه مباراة في يتشار لم يتحدد موعدها حتى الان دي مؤجلات الاهلي مؤجلات الزمالك الاربعة هلعب مع السيراميكا يوم اربعتاشر ستة ومع فارق وواحد وعشرين ستة ومع الجيش يوم واحد وعشرين ويوم حداشر سبعة عفوا ثم لهم مباراة مع بلدية المحلة لم يحدد موعدها بعد طيب الزمالك الاربع متشار اذا كسب سيراميكا وكسب فارق وكسب الجيش وكسب البلدية الاربعة خد منهم اتناشر نقطة مع الواحد وعشرين نقطة اصبح عنده تلاتة وثلاثين نقطة التلاتة وثلاثين نقطة تحطه في المركز التالت مستريح لانه المصري عند لعب السبعتاشر ماتش خلاص وعنده تمانية وعشرين نقطة يبقى الزمالك فرصه في دخول الكونفدرالية كثالت الدوري نسبتها كبيرة جدا اما المصري وامبي بيتخانوا على ايه هنا بقى الخناقة امبي والمصري امبي عنده تمانية وعشرين والمصري عنده تمانية وعشرين وكل واحد فيهم لعب السبعتاشر مباراة بس السبعتاشر مباراة لحظة واحدة اه مفهومش ماتشات من الدوري من الدور التاني لا لا هم لعبوا ماتشات بعد كده من الدور التاني لكن انا بكلمك على السبعتاشر مباراة بتاعة الدور الاول يعني خلص الدور الاول بتمانية وعشرين ايوة طب الاتنين احتفلوا الزاول لسه الزمالك بصوا الحقيقة في حاجة لافتة جدا واتمنى على ادارة امبي برئاسة المهندس ايمن الشريعي يراجع نفسه فيه ليه لانه حتى حصلت مع الاهلي مع الاهلي في 2003 انت قدمت احتجاج اولا عندك لايحة وسانيا اللاحة مش محتاجة الجدل ده كله اللاحة بتقولك لو حصل كذا يبقى كذا الاهلي فارق الاهداف طب ما هي منصوصة عليها بشكل واضح وصريح قالك لا ما انا قدمت احتجاج ضد مباراة المصر عشان لاعب مزور انت افترضت انه هو مزور وقدمت احتجاج وقبلت الاحتجاج وخدت نقاط المباراة وجبت كاس وبتحتفل ده كلام غير رياضي بالمرة انه يحصل احتفال علشان انت قدمت احتجاج طب لو رفض الاحتجاج انت بتنتقص حق الاخر اللي هو الاهلي في انه هو البطل لا وفق للليحة المصري كده كمان انا بكلمك عن ناشئين ما هو عن ناشئين اه ما هو المشكلة هو وقع مع المصر مرتين مرتين هو في الناشئين المصر تلع رد طيب في موضوع الناشئين موضوع المشاركة الافريقية بقى في الكونفدرالية لو بسطوا على الجدول تاني المصر عنده تمانية وعشرين وانبي عنده تمانية وعشرين الاهداف ستاشر خمسة واربعة وعشرين واحد انبي عنده دفع بانه الاهداف بتاعتي افضل اللاحة بتقول ايه ما هو للأسف بنختلف على حاجة فيها نص اللاحة بتاعت المسابق بتقول في حال التساوي في النقاط يتم الاحتكام الى المواجهة المباشرة بينهم ما هو شوف هنا بقى انا هكمل لك بس اذا تساوي فيها تلعب تدخل في فرع الاهداف هو بيدفع بايه يقولك دي بعد نهاية الدوري كله عشان يبقى لعبت مع الفريق رايح جاي برضو بتفسيره هو تفسيره هو فهي اللاحة بتقولك ايه في حال التساوي في النقاط يتم الاحتكام الى المواجهات المباشرة بينهما فالمواجهة المباشرة بينهما كانت مباراة واحدة بين المصر وانبي فاس بيها المصر اصبحت المواجهات المباشرة في صالح المصر فرق الأهداف لصالح أمبي بس الترتيب في الأفضلية المواجهات المباشرة الأول هو قد لنفسه أنه لا المفروض أستنى لما ألعب الدور الثاني وبناءنا عليها أشوف النتيجة المطشين وطلب أنه طب نلعب مباراتنا مع بعض ونشوف نتيجتها كانت إزاي فأنت كده هتخرق حتة الدور الأول يعني هي دي المشكلة أستاذ برايم أن أنت بتفصل النظام اللي ممكن يكسبك مش بتتبع أيا كان اللايحة ورأيك فيها يعني أنت ممكن تيجي تقولي هو أنت مرة تقولي في الناشئين الفرق الأهداف وتقولي في الدور الممتاز فيها المواجهات المباشرة أيوة دي لاحة كده ودي لاحة لا لاحة المواجهة المباشرة بعد النقاط بعد النقاط لتنين يعني برضو النقاط هنا يعني النقاط السناني النقاط المتساويين هنا في تمانية وعشرين يأخذ مباشرة لا دا فارغ من نتيجة المباراة المباشرة المواجهات المباشرة بينهم الفرق الأهداف برضو لصالح لا هنا فرق الأهداف المصر كان كسب أين بي 2 و 1 يا ابني فرق الأهداف هنا لصالح أين بي أيوة طيب ما هو المعيار اللي قبل ده قبل المواجهات ده اللي أنا بقوله لك أنت خلي بالك بس اسمعني أقولت لك المعيار ده هنا المواجهات في الناشئين فارغ النقاط أهم حاجة أنك بنت داخل المنافسة تقرأ الليحة وتشوف هتطبق إزاي هو بيحتاج بأن المواجهات المباشرة هنا لا يجب الارتكاز عليها ليه لأنه ماتش واحد لأنه ده ماتش واحد وما تلعبش غيره وده طبيعي لأنك أنت هتاقل أنت يجد دور الأول بس بس خلاص يبقى المواجه اللي بينكو على ماتش الواحد المسألة هنا مين اللي حيحكم الاتحاد أو الربط طيب هتعمل إيه أنت ده معيارك وده حلك ما دي هترجعنا برضو لفكرة كيف أحسب طيب لو ما تحددش معاد مباراة الأهل والفيوتشر والزمالك والبلدية في الأسبوع السبعتاشر هتتحزف نتائج الفرق عن الأسبوع كلها يعني كل مباراة الأسبوع السبعتاشر هتجنب عارفين في الحالة دي اللي حيدار أمبي اللي حيدار أمبي مش المصري وربما دي اللي كانت هتفض الاشتباك لأنه في الأسبوع السبعتاشر لو تجنبت الأهل والفيوتشر ما تتلعبش والزمالك والبلدية ما تلعبش بيرامدز والجيش اتعدلوا صفر صفر هتشيل نقطة من بيرامدز المصري والاتحاد الاتحاد كسب المصري 3-2 يبقى هتشيل 3 نقطة من الاتحاد يبقى أنت كده المصري ما استفدش هتشيل من الاتحاد 3 نقطة اللي خدهم مش هتشيل منه المصري هتشيل النقاط اللي خدها الاتحاد ما هو اللي بيخسر ما خدش الاتحاد ما عندهش مشكلة لكن هتيجي الانبي وفارقه انبي وفارقه تعادلوا واحد واحد هتشيل النقطة من انبي يبقى المصري ما تشيلش منه حاجة بينما انبي هيتشيل منه هتخش بفارق النقاط هه هيروح يخش المصري بفارق النقاط ده لما تلعبش الأسبوع الأسبوع السبعتاشر لو تلعب خلينا بقى أستاذ إبراهيم نقول ايه اللايحة انت اللي بينك وين الاتحاد طبق اللايحة مش طبق تفسيرك لللايحة الخاص اللي ازاي اكسب اصل الماشه ده شوفناه في كذا حاجة كل واحد يحط معاييره الخاصة ويقول لك المعايير دي تتطبق اطلع انا كذا ابقى انا نادي مش عارف ايه ابقى انا اكسب ايه بس مش ده مش ده النظام اللي تبانت على المسابقة اي اللي انت قبلتها عموما دي قضية قائمة لكن انا برضو انا شايف ان فيه تصرع من الاتنين في الاحتفال لا لان الزمالك عنده فرصة الزمالك عنده فرصة تالت قوية جدا ايوه هما التانيين الاتنين بيتخانوا على الرابع اه ويقول لك انا ايوه ايوه يعني الزمالك داخل تالت بالمؤجلات بتاعته لو كسبها هيدخل تالت مستريح الخناع على المقعد الرابع طيب شو بروى والشناوي الليلة تشبه البراحة لقطة مهمة جدا